بعزيمة وإصرار يتابع جرح الجيش العربي السوري بمحافظة طرطوس مسيرة حياتهم من خلال تقديمهم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بمختلف فروعها وسط تسهيلات من الجهات المعنية نحن كمكتب جرحة بالمحافظة نكون داعمين خلفيين لهذه القصة مثل مثل استقبالهم مع فريق برنامج جريح وطن على باب المدرسة أعطاهم الدعم المعنوي أي شغلات مثلا بيتم التنسيق بينه وبين برنامج جريح وطن حتى نأملونيها خلال الفترات الدراسة السابقة كبداية نحن نتابع الجرحة من البداية بعدما يقدموا على اختبار السبر بالمرحلة السانوية وينجحوا بالاختبار نحن نتابعهم بدروسة تقوية سواء كان تعليم إعدادي أو تعليم سانوية من بداية السنة حتى نهاية الامتحان وخلال الامتحان نتابعهم منسجلهم بدائرة الامتحانات نحاولنا على مركز صحي كرمال يكونوا بالطابق الأول مشان تنسيه الحركة الجريح منتابعا خلال أيام الامتحانات يدفعهم الأمل بالحياة لمواصلة طريقهم الذي اختاروها التسلح بالعلم والمعرفة ويكونوا شركاء فاعدين في بناء المجتمع والوطن لا يوجد شيء يوقفنا صحيح تصاوبنا أو حقا قاتلنا وهيكي وجهد لكن الموضوع أنه نحن مكملين بالمسيرة ورح نتمل حرب بالقلم ونحن صامدين بإن الله العاقة ليس عاقة الجسد عاقة العقل رح نكمل مثل ما كمنا على طريق النصر بالسلاح رح نكمل على طريق النصر بالقلم في بناء سوريا هناك مشوار بدنا نكفي مشوار الحياة ما خلصت بدنا نكفي بدنا نقدم باك الورية وبعد الباك الورية أنا برسم حابب كفي معهد في نوع رغم الإنصابة ورغم الانجراح لدينا طموح نكمل ونقرأ وننتزل مجامعة وهو هم شيء اللي بدنا يحصل على طهر الأرض للوطن رغم جراحهم وفقدانهم لأجزاء من أجسادهم يتحدون كل الظروف الصعبة ويكملون تحصيلهم العلمي بإرادة قوية ليكونوا جزءا مساهما بإعادة أعمار الوطن ترجمة نانسي قنقرأ